تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر وضحت معالمه لمن طلب الهدى فالنور لاح لكل من هو حائر فالنور لاح لكل من هو حائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر أدب وأخلاق وحسن تعامل حكم وأحكام وعلم وافر تطبيق نبي الإسلام استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب رسائل اختبر معلوماتك البطاقات الدعوية الأرجوزة الميئية صوتيات منوعة مرئيات متعددة انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج تطبيق نبي الإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض كما أنها علاج للإطرابات النفسية والقلق والتوتر وباب لملء الفراغ في النافع المفيد وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين والأصل في الرياضة الإباحة أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالوجبات الشرعية أو مجاهدة العدو فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب ولأن الإسلام منهج حياة فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها فقد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز عدم اجتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيهم البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات عدم الاختلاط بين الجنسين ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير عن أي شيء تبحث وفي أي شيء ترغب وماذا تطلب وما هي همتك في هذه الحياة فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ حرص الإسلام على زرع المحبة ويهد بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه والشراء مثل البيع فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه ومثال البيع على البيع اشترى زيد من عمر سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشرة أو أبيعك مثلها بعشرة فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل مثال الشراء على الشراء باع زيد لعمر سلعة بتسعة فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان بتسعة قال نعم قال أنا أوطيك فيها عشرة أو بيعها لي أنا بتسعة ودعك منه والراجح أن البيع على البيع حرام سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين والشافع المشفع يوم الدين وحامل لواء الحمد المبعوث رحمة للعالمين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله قبل أن ندخل في موضوعنا في مقدمة الحلقة نريد أن نذكر أنفسنا بالدعاء لإخواننا المستضعفين في حلب في الموصل في أقطار من العالم يعانون ما يعانون قد اجتمع عليهم الكفرة من كل حذب وصوب وتداعت عليهم الأمم كما تيتداع الأكلة إلى القصعة ومع هؤلاء أسلحتهم وهم ما بين مشرك وصليبي وباطني حاقد ولكن الله أقوى من هؤلاء جميعا ونحن نسأل الله تعالى أن يعجل الفرج لإخواننا المسلمين وأن ينزل عليهم النصرة وأن يمدهم بمدد من عنده وأن يقوي صفهم ويسدد رميهم ويجمع على الحق كلمتهم وأن يعزهم ويثبت أقدامهم ويفرغ عليهم صبرا وينصرهم على القوم الكافرين نسأل الله أن يعجل الفرج ويكشف الغمة نسأله وهو القوي العزيز المتين أن يأتي بالنصر للمسلمين أيها الإخوة والأخوات مع دعائنا لإخواننا فإننا ولا شك لا بد أن نعينهم بكل ما نستطيع وحديثنا في مقدمة هذه الحلقة عن مستجلبات البركة البركة الخير الكثير مصدر البركة من الله عز وجل تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام عظم عطاؤه وكثرت خيراته وكملت أوصافه هذا معنى تبارك اسم ربك فالبركة الخير والنماء والزيادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة من الله فكل ما نسب إليه مبارك كلامه مبارك رسوله عليه الصلاة والسلام مبارك عبده المؤمن مبارك بيته الحرام مبارك كنانته من أرضه الشام أرض مبارك لا مبارك إلا هو الله هو الذي يبارك لا أنا ولا غيري ولا فلان ولا علان ولا أي واحد يملك البركة من عنده الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك البركة لا أنا ولا أنت ولا هو ولا زيد ولا عمر البركة من الله يجعلها ما يشاء في الأعيان والأقوال والأعمال والأشخاص فمثل النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ماء زمزم مبارك وهكذا البركة ثبوت الخير ودوامه وكثرته وزيادته من أراد البركة يطلب من الله ما يتمسح بأشخاص ولا أولياء ولا يذب يطلب بركة من مقبور ولا حي ولا ميت يطلب من الله بعض الناس معا يتبركون بأشجار وأحجار وأضرحة ويتمسحون بالقبور ويلتمسون البركة بزعمهم من هذه الحواجز الحديدية الموجودة على القبور وعتاب عتبات القبر لكن لو جينا إلى ناحية الشرعية ما هي الأشياء التي تستجلب بها البركة أولا التعلق بالقرآن الكريم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فهو عظيم النفعي عظيم الخير وفيه علوم الأولين والآخرين البركة العظيمة وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لو عمل به الناس لفتح الله عليهم بركات عظيمة لو أنهم أقاموا لو أنهم عملوا أقاموا ما أنزل عليهم من ربهم قال الله سبحانه وتعالى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن بركته أنه يشفع لصاحب يوم القيامة من بركته الاستشفاء به ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سورة البقرة يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطل يعني السحرة من مستجلبات البركة الإيمان وتقوى الله قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركات بلا حساب بركات من فوقهم ومن تحت أرجلهم بركات أنواع وألوان وأشكال وصور بركات في النفوس والزوجات والأولاد والأرزاق والمشاعر والعيش والحياة والنصر والفتح والأمن والاستقرار والعز والشرف والهداية والتثبيت ثالثا من مستجلبات البركة العبادة في الحرم المكي والنبوي قال الله تعالى عن مكة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة من بركته الآيات البينات منها مقام إبراهيم والحجر الأسود وزمزم والمشاعر كلها من بركته الأمن والأمان ومن دخله كان آمن أول من مكة لهم حرما آمن ومن بركته يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من الله سبحانه وتعالى ومن بركته أن الصلاة فيه مئة ألف صلاة في الحرم النبوي بألف صلاة من مستجلبات البركة سكنا المدينة النبوية رابعا قال عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة ودعا لأهلها وثمرها بالبركة فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ومن جرب السكنة في المدينة النبوية عرف هذا خامسا من مستجلبات البركة ما في الشام واليمن وقد قال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا فسكناءها وسبحانا الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لسكانه ومعايشه وحروثهم وغروسهم وأقواتهم وصحتهم وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال ولسليمان الريحة عصفة تجري بأمر إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام وسيكون من بركتها أن ستكسر هؤلاء الصليبيين وهؤلاء المشركين وهؤلاء النصيرية والرافضة والحاقدين ستكسرهم في النهاية قطعا هذا من بركة الشام ما فيه كرام في مدة ابتلاء ومصائب وإصابات تحدث لحكم يريدها الله كذلك فإن البركة يجعلها الله فيها في مائها وخصبها وثمارها ومن الأزمن المباركة سادسا شهر رمضان وليلة القدر فصوم رمضان وتفيئ الليالي المباركة لإصابة ليلة القدر يستجلب البركة قد جاءكم رمضان شهر مبارك قال الله تعالى على ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة سابعا ماء المطر وهو ماء مبارك كما قال الله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فإذا ماء المطر ماء مبارك كثير الخير والمنافع فيه الحياة والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيثة فيقولون الكوكب كذا وكذا طبعا الكوكب ما لدخل والنجم ما لدخل والأنواء ما لها دخل والأبراج ما لها دخل كله من الله عز وجل ثامنا في بركة في حيوانات معينة مثل الخيل قال عليه الصلاة والسلام البركة في نواصي الخيل والخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة ولذلك يجاهد عليها في سبيل الله ومن مستجلبات البركة اتخاذ الغنم كما قال عليه الصلاة والسلام اتخذوا الغنم فإن فيها بركة رواه أحمد وهو حديث صحيح وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي في مبارك الغنم ومرابض الغنم فقال صلوا فيها فإن فيها بركة فإذا روثها طاهر وبولها طاهر ولولا أنه طاهر ما أذن لنا أن نصلي في مرابض الغنم وهي تروح بخير وتغذو بخير ومن بركتها درها ونسلها وكثرة النسل وصوفها وطعامها حتى ربما تلت في العام ثلاث مرات وتحمل صاحبها على التواضع من مستجلبات البركة في الطعام والشراب أطعمة مباركة كزيت الزيتون قال الله عن شجره يوقد من شجرة مباركة زيتونة الشجرة المباركة الزيتونة كثيرة البركة زيتها يسرج به ويضيء وصافي وهو إدام وفاكهة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وقال كثير من المفسرين إن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان الذي أصاب قوم نوح والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة وهذا طبعا له آثار في علاج الأمراض الخطيرة وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة مفيد للبشرة والشعر الحادي عشر من الأسقية المباركة ماء زمزم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم شفاء من المرض رواه مسلم أبو ذر عكف على زمزم ثلاثين يوم مال طعام إلا ماء زمزم قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع يعني ضعف جوع ما فيه فزمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس واستشفى به الكبار والعلماء فأفادهم للغاية الثاني عشر من الأشرب المباركة لبن إذا أكل أحدكم قال عليه الصلاة والسلام طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه لعن ما فيه خيرا منه قال وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا إلا اللبن ولذلك هذا اللبن الذي ترضعه الأمهات أطفالهن فإن الطفل يضل عامين مقتصرا في غذائه على لبن أمه وينمو كأحسن النمو الثالث عشر التمر وهو طعام مبارك لأنه من هذه النخلة التي قال عليه الصلاة والسلام في شأنها إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ثم قال هي النخلة هي النخلة فهي مباركة في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها لا يسقط ورقها ويؤكل ثمرها يستعمل فاكهة رطب وغذاء تمر ونقيع التمر يشرب حلوة وييبس ومن خشبها وورقها وأغصانها الجذوع والحطب والحصر والحبال والأواني والمؤمن يشبه بالنخلة من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه وعظم نفعه وشمول خيره ودوام الطاعات مثل النخلة وهذه ما يسقط ورقها فهو يواضب على الصلاة والصيام والقراءة والذكر بيت لا تمر فيه جياع أهله ولذلك هو فاكهة وغذاء ودواء شراب حلوة طعام الفقير وحلوة الغني وزاد المسافر والمغترب الرابع عشر من أطعم المباركة وهو أن يثرد الخبز بمرق اللحم وقد يكون معه لحم وفي الحديث البركة في ثلاثة فذكر منها الثريد وقال إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ففي غذاء يكفي ما لا يكفي غيره من الطعام يكفي لعدد الخامس عشر طعام السحور تسحر فإن في السحور بركة كما روى البخاري ومسلم والسحور أكله بركة قال عليه الصلاة والسلام فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكة يصلون على المتسحرين وبركة السحور بركة دنيوية ودينية وفي مخالفة لأهل الكتاب واتباع السنة يقوي على الصيام العبادة ويدفع سوء الخلق ويتسبب بالذكر وإدراك صلاة الفجر السادس عشر من أسباب البركة التسمية التسمية باسم الله على الطعام والاجتماع عليه وعدم التفرق ولذلك لما قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه والاجتماع على الطعام يحصل به البركة والسابع عشر من أسباب البركة في الطعام الأكل من أطراف وعدم الأكل من الوسط من الجوانب لا من الأعلى والوسط كما جاء في الحديث البركة تنزل وسط الطعام طبعا ثم تنساح إلى الجوانب فاكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام عن القصعة كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها وإذا يؤكل من الأطراف حتى ينتهى إلى الوسط فيؤكل الوسط في الأخير الثامن عشر من أسباب البركة في الطعام تركوا الطعام حتى تذب شدة حرارك يعني الآن الطعام له دخان يخرج منه دخان يخرج منه بخار وفور فمن البركة أن ينتظر حتى يذهب الفور والحديث حديث أسماء بن دعوكر رضي الله عنها كانت إذا ثردت طبعا المرق حار تضع فيه الخبز كانت إذا ثردت أو تسقي الخبزة بماء اللحم المرق حتى تصنع الثريد كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذب فوره ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة رواه أحمد والأطعمة شديدة الحرارة قد تحرق الفم أو الشفاه أو المريء التاسع عشر من أسباب البركة في الطعام لعق الأصابع لعق الأصابع بعد الأكل والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يدو بالمنديل حتى يلعق أصابعه ولا يمسح يدو بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة لا يدري في أي طعامه البركة طبعا إذا لعقها بعد ذلك يمسح بالمنديل لا مانع العشرون من أسباب البركة في الطعام كيله عند البيع والشراء قال عليه الصلاة والسلام كيلوا طعامكم يبارك لكم رواه البخاري والغرض من كيله تقدير الإنسان ما يكفيه وأهله وكذلك صدقة الفطر إخراج الصدقات وأيضا الكيل يعود على الموازنة والتعادل في الأمور وهذا ما جاء في الشرع ونحن نؤمن بالشرع من مستجلبات البركة أيضا في المال والتكسب تحري الحلال قال من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه وكذلك من مستجلبات البركة أخذه بسخاوة نفس قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه أما يخذ بهلع وحرص هذا ما يبارك له فيه من مستجلبات البركة الصدقة والزكاة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه من مستجلات بركة في التكسب البيع والشراء بصدق قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقه فإن صدق وبين بورك له ما في بيعهما كذلك من مستجلبات البركة البكور اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر الغامض كان تاجرا يبعث تجارة من أول النهار فأثره وكثر ماله أفتح الدكان بعد الفجر بعد الصلاة والأذكار وبعد ما تذكر ربك من مستجلبات البركة في الأرزاق صلة الرحم توسع كذلك الرضا بما كتب الله قال فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ومن مستجلبات الجماعة أنه نكون دائما مع بعض البركة في ثلاثة قال في الجماعة وهي قوة من مستجلبات البركة ممجي ببركة صحبة كبار السن هؤلاء الذين شابت لحاهم في الإسلام هؤلاء الذين عبدوا الله السنين الطويلة قال البركة مع أكابركم أيضا هذا الحديث الصحيح ومما يجب ببركة رقم ثلاثين الدعاء وبارك لي فيما أعطيت وكذلك الاستخارة لأنه في الدعاء يعاني الاستخارة فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وهذا من الدعاء وإذا خشيت العين أنك تصيب واحد تحسده أدعو بالبركة قول الله مبارك له ومبارك عليه ومن البركة في النكاح تيسير صداق المرأة تيسير صداق المرأة والسلام بركة أيضا نختم بها ثلاثا وثلاثين سببا للبركة وردت في الشريعة الإسلامية نسأل الله أن يبارك لنا فيما أتانا ويبارك لنا يبارك علينا ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في العلم والعمل أم أمين تفضلي سلام عليكم يا الشيخ سؤال يا الشيخ باك الله فيكم على التسويق الشبكي يا أستاذ هل يجوز المشاركة في هذا النوع من التسويق؟ هذا التسويق يا أم أمين يتضمن جهالة وغرر وخداع هذا التسويق الهرمي الشبكي هذا من الذي يخسر فيه الطبقة الأخيرة تحت؟ طبعا هذا يجيب واحد يحطه تحت وهذا يجيب واحد تحت وهذا يأخذ من هذا العمولة هذا يأخذ نسبة من هذا وهذا نسبة من هذا آخر طبقة قاعدة الهرم وهي أكثر الناس المشاركين في العملية الذين لن يجدوا أحدا تحتهم هؤلاء طبقة خاسرة على أي حال عملية فيها جهالة وغرر وغداع ولذلك فإنه لا يجوز لا تجوز المشاركة فيها طيبة تفضلوه نعم السلام عليكم الشيخ عليكم السلام وبركاته كيف عامل الزوجة؟ يعني زوج وعند أفطال بنات نعم يعني هم غير زوجة شونا محبكم أزواج البنات أزواج البنات؟ نعم طيب هذا زوج البنت أنت بالنسبة له أنت بالنسبة له مجرد زوجة زوجة أبي زوجته فليس بينكما محرمية يعني ما تكشفين علي ما يكشف عليك وأنت أنت أنت جارة حماته نحن ما نقول ضرّة نقول جارة فحماته أم الزوجة تكشف عليه وأنت جارتها ما تكشفين عليه ما في علاقة محرمية بينك وبينه أبو عمار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ هل يجلز للمأموم أن يقرأ بعد المأموم يقرأ حلف الإمام؟ بعض العلماء قالوا نعم يقرأ الفاتحة فقط الفاتحة فقط في الصلاة الجهرية في الصلاة الجهرية يقرأ الفاتحة فقط عند بعض أهل العلم عمر تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وطيب وبركاته الله يباركنا فيك في علمك فضيلة الشيخ سؤالي ما هو المقصود في الآية الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم وإخه من عذاب أليم أسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين وبلاد الشام وجميع بلاد المسلمين من كل سوء وشرم وفتنة آمين ومن يُرد فيه يعني في الحرم هذه المنطقة والبقعة المباركة المحددة شرعا منطقة الحرم محددة فمثلا التنعيم هذا حد من هذه الجهة الجعرانة حد من هذه الجهة وكذلك ما يعرف بشميسي حد من هذه الجهة يعني من جهة طريق جدة وكذلك من جهة الطائف لها حد أيضا وهو اليوم قبل جامعة أم القرى بقليل بعد العوالي قبل جامعة أم القرى هذا حد أيضا من حدود الحرم فمنطقة الحرم هذه لا خصوصية في الشرع ومن خصوصياتها ومن يُرد فيه يعني ما هو من يعمل لا ومن يُرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فمن أراد أن يعمل فيه المعصية من أراد الإلحاد فيه وعمل المعاصي من أراد سفك الدم ولذلك هؤلاء الباطنية الحاقدة الحوثية ووراؤهم الرافضة من مجوس إيران وغيرهم لما أطلقوا صاروخهم الليلة الماضية على الحرم وأفشر الله ذلك هؤلاء سيخزيهم الله قطعا لأنهم يسيرون على طريقة أبرهة أبرهة ماذا فعل؟ خرج بجيشه يريد مكة والكعبة فكسره الله عز وجل وقد أراد ذلك كثيرون كثيرون من البرتغاليين والصليبيين أصحاب الحملات أرادوا أن يأتوا عن طريق البحر الأحمر وأرادوا أن يأتوا عن طريق الشام ولكن الله كسرهم كسرهم إذن هذا حرم مبارك نسأل الله أن يحفظه وأن يكسر كل من أراده بشر إسماعيل فضل أيها السلام عليكم شيخ محمد عليكم السلام عليكم وبركاته كيف حالك شيخ حبك في الله والله حبك الله يا شيخ أنا حلفت طلاق بالتباتة على شيء أريد أن أفعل ولم أفعله ما هي الكفارة وما الحكم برك الله فيك إذا حلفت بالطلاق على شيء قاصدا إلزام نفسك بالفعل ولم تقصد الطلاق أبدا فعليك كفارة يمين إذا عزمت أن لا تفعل خرص لا تريد أن تفعل وإذا قصدت الطلاق فإن الطلاق يقع إذا لم تفعل وعزمت على عدم الفعل وأنك لا تريده أبدا فهذا بحسب نيتك وعندكم طبعا أنت من ليبيا الشيخ الصادق الغرياني المفتي ترجع إليه إن شاء الله وإلى أهل العلم لديكم في قضية أنه حصل أو ما حصل يعني الطلاق وقع أو لم يقع فعليا نور تفضلي السلام عليكم عليكم السلام وطيب بركاته هل يجب بسمية اسم ريماس ريماس نعم بسين يعني طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله أم محمد فضلي السلام عليكم عليكم السلام وطيب بركاته الله يعطيك العافية الله يعافيكم دعواتك يا شيخ لي أنا إنسانة منبوذة يعني إذا أدخل في بيت أما يتكسر القلاف أما يطفني طيحة يسير دمه وصرت منبوذة ما عادت أطلع من البيت وكل أشغالي متعطلة إذا أرش بها معاملة أتعطل ما تشيء معاملتي وبنتي صارت مثلي كبيرة بنتي 40 سنة تقول يما أنا ما لي صديقات كن صديقاتي ما أرشلونش فيهم علي ما يقول لي طيب على أي حال بعض هذا قد يكون سمعة باطلة واتهام باطل ووهم قد يكونوا وهما وبعضهم قد يكون سمعة باطلة فنتيجة عداوة معينة بعضهم يطلق إشاعة أنه هذه مشؤومة هذه المرة مشؤومة ما تدخل بيت إلا يصير مصيبة يا يصير حريق يا يصير وفاة يا يصير مصيبة وهذه إذا مدري إشفاء يعني مسكت شيء رح ينكسر ولا رح يتلف ولا رح يتلف وهذه في بعض الناس فعلا مجرمون في إطلاق الإشاعات مجرمون في الاتهامات الباطلة يعني العداوة تقود عندهم إلى اتهام الآخرين وإلى إشاعات ترى انتبه من فلانة فلانة هذه هذه فلانة مصيبة وربما اتهموها بالعين قالوا هذه فيها عين إذا بعينها تقتل وتمرض وتكسر وتتلف وتعمل وصار وقد تقع أشياء ما لها دخل بفلانة دخلت بيت سقط واحد من الأولاد جرح أصيب آه هذه عين فلانة ما ما لها دخل حصل اتفاقا وقد يقع أحيانا أن فلان فعلا يصيب بالعين هذا شيء حقيقي واقعي نؤمن به قال عليه الصلاة والسلام العين حق ولذلك قال ما هو الحل ما هو العلاج قال فليبرك فليدعو بالبركة فالشخص الذي يخشى أن يصيب غيره بالعين يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه اللهم لا تضره اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه وبالتالي ما يقع هذا هذه الإصابة و إذا ثبت أن فلان فلان فعلا عائن يعني ليس وهما ولا اتهاما بالباطل ورفض الدعاء بالبركة ورفض ورفض يعتزل ويجتنب ويقاطع لكن أنه يقاطع بالباطل وتألف القصص والاتهامات على فلان وفلانة إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إذاء المؤمنين حرام ومن ذلك إطلاق الإشاعات عليهم محمد فضل السلام عليكم عليكم السلام وبركاته كيف حال يا شيخ العزيز أحبكم في الله أحبك الله تفضل أحب الشيخة عندنا يعني إحنا عندنا بالعراق مثل التعينات وما يعينون إلا بفلوش يعني عندنا مبلغ من المال شوف يا أخي من اضطر أنتم وضعكم خاص أنتم وضعكم يعني الوضع الذي أنتم فيه الله سبحانه وتعالى أن يعينكم وضع الآن المسلمين وضع السنة وضع عصيب ابتلاء عظيم من الله ابتلاء عظيم من الله ما بين تشريد وتقتيل وتهجير وحرمان ومنع وإلى آخرين لكم وضع خاص أنتم قد تضطرون تضطرون فيه إلى أشياء تجوز لكم لا تجوز لغيركم من يعيش أوضاعا طبيعية ولذلك المضطر إلى الشيء الذي علم الله ضرورته إذا علم الله ضرورته عذره إذا علم ربه ضرورته عذره نسأل الله أن يرفع عنكم ببأس أم أيمن أبو عمار أبو عمار أم أيمن أم أيمن السلام عليكم يا شيخ أعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسأل من دعاء الاستفتاح تعالى جده نعم من دعاء الاستفتاح أيوة جد ويتسل الجيمة مطمئة حجي عندك يبدو الإرسال ضعيف يتقطع الصوت أنت قلت دعاء الاستفتاح ما له دعاء الاستفتاح طيب جعل لأم أي من ترسلوا سؤالها برسالة إلى رقم البرنامج نجاح تفضلي عليكم السلامة وبركاته سؤالي عليه في المنزل جميع الأكل في المنزل ألا علاج معين بأي طورة قرانية كثير بكل بدرجة الخش علينا يتصدنا في أكلنا كلا يتصدنا في المنزل يعني بكثة درجة أني أنا نكتل فيه ونكذولي خرامي يعني فيه سؤال معينة كثير حتى يخيب المنزل وبسجب المغار وبسجب المغار يعني يعني سؤالك سؤالك عن النمل لجاجة بطريقة قرانية يعني يخيب المنزل أيوة النمل طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله في التعامل مع النمل الكثير وأنه يعني جاء عن بعض عن بعض السلف أنه يقال يحرج عليك يحرج عليها وحرج عليك بالله أن تخرجي ونحو ذلك المهم تسمعين الجواب عن موضوع النمل هذا وأختنا كانت تسأل في دعاء الاستفتاح عن تعالى جدك كيف تنطق تعالى جدك بفتح الجيم جدك والمقصود بالجد القوة والعظمة الجد في اللغة لها عدة إطلاقات واستعمالات فالجد تطلق على والد الأب والد الأم جد هذا معروف والجد يطلق على الحظ والنصيب أيضا ولا ينفع هذا الجد منك الجد والجد يطلق أيضا على القوة والعظمة وتعالى جدك ولا إله غيرك يونس تفضل يونس السلام عليكم شيخنا عليكم السلام الله بركاته شيخنا ما هم الأئمة السلافيين تنصحون بهم في الجزائر يعني طيب لا بأستسمع الجواب إن شاء الله ما هي السلفية وما معناها ما مدلولها الصحيح رضوان تفضل رضوان طيب أبو عمار طيب أسماء ألو نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عندي سؤالين نعم الأول في إمرح أحلف عليها زوجها أنه لا تبثل ولد زوجة ابنه أي شيء بدون علم حلف عليها بالصلاة قال السلحين زوجة ابني تضامني أشياء ومن الآن أبثلهم أبثلها هو لحظة شيء هو حلف على من على زوجته زوجته بالطلق إذا صلت حرم بالطلق إنه إنه إيش إنه إذا صلت لا شيء بدون علمه إنه بيطلق أنه إذا إيش سوت بدون علمه إيش سوت بدون علمه إذا صلت زوجة ابنته أي شيء بدون علمه إذا إيش أرسلت زوجة ابنة ها يعني إذا أرسلت أي شيء من بيتها إلى ابنتها لا زوج ابن زوج ابن زوج ابن زوج ابن الزوج زوجة ابن ابن الزوج ايوة اي فقال لها اذا ارسلت اي شيء الى زوجة ابني فانت طالق حرام بالطلاق حرام بالطلاق ايوة طيب وقال لها اذا ارسلت اي شيء بدون علمي هو بس هذا الحلف واحد بس حرام بالطلاق ايوة حرام بالطلاق انك ترسلي شيء قال بعلمي دون علمي ايوة خرص اذا لا ترسل لها الا بعلمه حتى ما يقع الطلاق وندرأ الشر إذا أرادت أن ترسل تقول ترى سأرسل إلى فلان كذا عندك مانع طيب غيره طيب السؤال الثاني في المرأة لحالة الدار تحقيق القرآن تمام وبيتها بيوم بهذا الدار وبيتها في السطح وفي أيام البرد أيام الشتاء عندها برد كثير في السطح يقول العادي إذا نمشي الدار من أجل الدفع يعني هذه امرأة بيتها بجوار دار لتحفيظ القرآن الكريم وإذا اشتد البرد تريد أن تذهب إلى دار التحفيظ لأجل الاستدفاء أيها لا مانع ولكن تجعل نيتها حسنة وتضيف إلى الاستدفاء تضيف إلى الاستدفاء تعلم القرآن الاستنفاع بالسماع ولو بالسماع تجلس تسمع تستدفئ وتسمع أم محمد فضلي السلام عليكم عليكم السلام وطيب وبركاته السلام عليكم يحن جزاك الله خيرا وجعل الله ما تقدمه في ميزان حسناك آمين وإياك تفضلي زوجي يجمع بين البغر والعطر أيها والمغرب والعشاء هو من الشيعي هو الشيعي طيب وأنت أنت 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 نفسك أنت نفسك ما هو مذهبك أنت أنا أصلي كل وقت بفضع حمد لله حمد لله إذن عليك بدعوته إلى الله عز وجل ومناصحته بين له بالأدلة أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكيف جبريل نزل وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أول الوقت وآخر الوقت وأول الوقت وآخر الوقت وكيف أن الجمع في السفر رخصة فهل نجعل الحضر مثل السفر ونجمع طيلة الوقت في الحضر كيف هذا الجمع يكون في الحرج كالمطر الشديد في المسجد يجمعون المريض يجمع لمرضه المسافر يجمع لسفره أما أنه نجعل أصحاب الأعذار مثل أصحاب غير الذين ما عندهم أعذار ما يجوز ما يجوز نجعل الناس اللي ما عندهم عذر مثل الناس اللي عندهم عذر هذا الظلم ثم ما صارت الأوقات خمسة صارت ثلاثة ما صارت خمس أوقات ولذلك يجب أن يلتزم بالأوقات أوقات الصلاة الخمس وأعانك الله تعالى على ما أنت فيه حقيقة اختبار صعب لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك أبو محمد فضل السلام عليكم عليكم السلام الله يعافيك يا شيخنا الفاضل من المسلمين من المسلمين الشباب بعضهم الله يأخذ فيك يظن أن الذي يأكل أموال الناس بالغش أو بالكذب أو بالسرقة ذكي أو شاطر هو شوف هو ذكي ممكن يكون فعلا ذكي بس يستعمل ذكاءه في الشر وشاطر نعم هو شاطر لأنه في اللغة العربية الشاطر هو اللص أو الحرامي شاطر في اللغة العربية شاطر يقطع الطريق الشاطر في اللغة العربية يطلق على النهاب السلاب قاطع الطريق فأنت تقول هو ذكي وشاطر نعم هو فعلا ممكن يكون ذكي ولذلك يستعمل الغش والخداع والحيل والسرقة الحرمية والسراق فيهم كثير من الأذكياء لكن ماذا يغني عنهم من الله ماذا يغني عنهم من عذابه ذكاؤهم إذا استعملوا في الشر فإذن هؤلاء الشباب عليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يمدح الحرام بهذا يقال يعني إيش يعني كأنه الآن سووا بطل ذكي ذكي وشاطر ذكي استعمل ذكاءه في الشر وشاطر يعني يقطع الطريق سلمة تفضلي يا سلمة حالو السلام عليكم وعليكم السلام وطيب وبركاته نصمحت عندي السؤال وقت تشتغل في محل ملابس هنا في ألمانيا خيب؟ نعم دلوقتي حين يدخل وقت الدور أو وقت العشر أنا بسألك يا سلمة 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 أيوة سلمة الواحد إذا كان حصر وقضاء الحاجة يروح يقضي حاجة واحد بيع شغال من قبل الظهر إلى المغرب مثلا لو جالوا استدعاء لقضاء الحاجة استدعت حاجته أن يذهب إلى الحمام إلى المرحاض يذهب ولا لا يذهب يذهب كويس وقد يدخل الحمام خمس دقائق سبع دقائق حسب الحاجة الصلاة الصلاة عظيمة فإذا كان هو يعني ممكن يقول للبيع الثاني غطي مكاني أنا رايح الحمام طيب يقول له غطي مكاني يروح إلى زاوية في الداخل في المخزن في المستودع في مكان ويصلي فيها فما هو عذر الصلاة أهم من العمل ولو أدى أن يبحث عن عمل آخر لأجل أن يتمكن من الصلاة ابتسوى العملية أن يبحث عن عمل آخر كي يتمكن من أداء الصلاة أبا سلمان تفضل السلام عليكم وعليكم السلام وطيب وبركاته الله يمسيك بالخير يا شيخ الله يحييك يا أخي الله يسأل مكتر عمرك أنا كنت أنا وزملاعي طالعين في عمل نعم وكان في قطة موجودة معي حوال 13 ألف نعم وصرفنا منها يا شيخ وبعد ما رجع أنا زاد معي مبلغ ما أدري وش كثير يمكن 800-700 نعم وكنت نسجلها في ورقة وضعت عليه الورقة والجوز ونصرفها صرفتها طبعا أنا ما أدري وش كثير عددها بعض الزملاء سمحلي قالت راكم سامح وبعضهم ما هم موجود في ناس قالوا لي يحط في مسجد في موية ولا صدق عنهم وأنا ما نحارف المبلغ وش كثير يا شيخ لكنك أنت يا بسلمان أنت قدرته أنت قلت 700-800 700-800 أنت قدرته أقول تقريبا أنا بس تقريبا كذا أنا ما نحارف العدد بس توقعاتي خرص إذا كان حطيت حطيت 700-800 في بناء مسجد جزاك الله خير يطول لعمرك يا شيخ شكرا حياك الله حياك الله يا أخي أيها الأخوة والأخوات فاصلوا ثم نعود وليكم إن شاء الله الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان فعلي بن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير ذا وفي حديث بن مسعود رضي الله عنه والمتفلجات للحسن والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالندف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل فليس هذا من التغيير الممنوع قال تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَآكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ القدوة الرموز الشخصية الأسوة جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح فيقتدي بها ويقتفي أثرها ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم حياكم الله أيها الإخوة والأخوات نأخذ أيضا بعض الاتصالات أو بعض الأسئلة يقول السؤال الوالدة تكلمت مع ولدها وقالت أعرف الموضوع ولما سأل كيف تعرفين قالت تكفيني أعمالي ولا تقصد التعالي على أي حال نحن لا ندري لم يتبين ويتضح ما هو المقصود لكن الإنسان علي أن يحافظ على اللسان أمسك عليك هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك عليك هذا فإذا قدر الواحد أن هذه اللفظة ما هي في مصلحته ما يقولها مداعبة زوجة في النهار رمضان نقول إذا كان يؤدي إلى إفساد الصيام ويعرف نفسه أنه ما يمسك نفسه أو هي ما تمسك نفسها ما يفعل يكف شراء السيارات بالتقصيد إذا كان يملك السيارة الطرف الذي يبيعها يملكها في حوزته يجوز ما يفي حوزته ما يجوز طيب لو أخذنا عثمان تفضل يا عثمان سلام عليكم شيخ عليكم السلامة والبركاته الله يحفظ خبارك في علمك يا شيخ الله يرضى عليك آمين حياك الله شيخ الله يحفظ خبارك النسبة للإنسان عندما يرى شيء يعجبه أني من سواء مالك أو مالغيرك الله سبحانه وتعالي يقول ولولا يدخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هل في فرق بين مالك مثلا وابنائك شوف إذا رأى ما يعجبه من ماله أو من نفسه هو حتى لا يغتر حتى لا يطغى يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني ليس مني بمشيء من الله ليس من كد قوتي أنا وذكائي وعبقريتي لا قوة إلا بالله أما موضوع العين وخوف الإصابة بالعين هذا شيء آخر ولذلك يدعو بالبركة سواء في أشياء أعجبته من نفسه أو من أولاد الآخرين أو أموال الآخرين ولذلك ممكن الواحد يصيب أولاده بالعين ممكن قال واحد جاب صندوق برتقال إلى بيته وأولاده أكله ولما عنه قال أكلتم أكلتم كل الصندوق يقول على طول صار تسمم لهم فإذا الدعاء بالبركة شيء وما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا لأمر آخر أنه حتى لا يطغى أو يغتر أم زهران نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا أم زوجي تعيش معي نعم لكن أخلاقها طيئة جدا ولسانها طويل مع الجميع طبعا ودعونا أن تضرب أمها وتشتمها وتسبها وآخر مرة ضربتها أدالكم الله بالنقل وبالمقوى يعني هذه يعني ضربت يعني ضربت جدة الزوج جدة زوجك ضربت خالة أم زوجي وهي بنتها فأنتي تتكلمي عن أخت الزوج نعم طيب توضني نعم فأنا قمت ب يعني قمت لها لماذا تضربين عمكي خملت علي السكين طيب ما هو السؤال ورابت أن تضربيني فأنا قمت بطربها طبعا جرحت بنتي بالسكين وجرحتني قمت بطاعتها وهي عمرها 50 سنة وغير متذوجة وعندها قطعة أرض وراثل فهل أمه يحاسبوني لأني قاربتها طبعا أخوها ما يرجها بالبيت ولا أمه يرجها بالبيت أنت أنت زوجك ماما موقفه من أخته إيش موقفه من وجود أخته في البيت طبعا هو ما يقبل عليها ولكن أين تبحث أقول لي أين تبحث لحظة يعني زوجك ليس عنده مانع من إخراجها من البيت لأنها غير متذوجة ما اختلفنا لكن هو ليس عنده مانع من إخراجها طيب عندها مكان تأوي إليه يا شيخ هي تملك أرض طبعة أرض وتملك مال وتملك راتب طيب الحمد لله مدام عندها راتب وعندها ما تستأجر به ويكون لها مكان تأمن فيه على نفسي الحمد لله ما فعلتيه من إخراجها مدام الحال ما تصفينه إذا كان ما تصفينه صدقا من أنها بالسكين باللسان والسنان يعني باللسان والسنان صارت القضية الآن خلص إخراجها صحيح إخراجها صحيح أحمد فضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي الشيخ الفقير طلب مني مال والمال هذا قبر الزكاة قبر الزكاة وعندي مال دار عليه الخول هل أسدي هذا المال للفقير الذي طلب من المال مع قبل أن أخرج قيمة الزكاة لفقير الأخ لا لا مانع هو مادام طلب منك المال إذا أعطيته بنية زكاة تقع زكاة إذا أعطيته بنية زكاة بس ما يصرح أنك تعطيه بنية صدقة وتحسبها بعدين زكاة لا لكن إذا واحد طلب منك مالا فأعطيته بنية زكاة وهو فقير من أهل الزكاة تصح الأخ محمد محمد السلام عليكم عليكم السلام حيك الله يا سيف الله يحييك سؤالي عندي سؤالين نعم سؤالي الأول كيف تحصل نفسك من الشهوات والسبوهات هذا سؤال طويل لكن إن شاء الله سنجيب عليه بإذن الله في حلقة قادمة إذا ما تسعى الوقت الآن طيب سؤال الثاني أنا أصلي وأمامي حمام لكن ما تفضع إذا يعني قابلني مساكل مغلق ولا يضر يا أخي لا يضر صلاتك صحيحة حتى لو كان أمامك جدار الحمام لا يضر طيب نختم بسؤال أخ رضوان تفضل رضوان السلام عليكم شيخ عليكم السلام وصلاح وبركاته أحبك الله يا شيخ أحبك الله شيخ أنا علي دين وأريد منك أن تدعو بي بقضائه وتعلمني دعاء أدعوه أثناء الصلاة والفرق من الصلاة إن شاء الله طيب تسمع دعاء لقضاء الدين إن شاء الله تسمع دعاء لقضاء الدين أخونا سأل عن تحصيل نفس من الشهوات والشبهات هذا موضوع كبير لكن منخص تحصيل نفس من الشهوات غض البصر ومنخص تحصيل نفس من الشبهات أن لا يستمع إليها طبعا لا في كتاب لا في رواية لا في جليس سوء لا قناة فضائية لا يستمع وزد على ذلك العلم الشرعي أكبر وسيلة للتحصين ضد الشبهات تعلموا العلم الشرعي التفسير معاني الآيات شروح الأحاديث هذا يا إخوان والله الذي لا إله إلا هو هو العدة هو السلاح في مواجهة الشبهات العلم سيلة عندك علم تقف أمام أكبر شبهة أكبر شبهة ولا تبالي تستعين بالله وترد على صاحبها طيب يقول هذا السؤال ما حكم قراءة سورة ياسين في قبر الميت بعد دفنه ما ثبت ذلك ما ثبت ذلك وإنما جاء عن بعض الصحابة أنه طلب أن تقرأ ياسين وهو يحتضر لأنها تثبت وفيها ذكر أمور تعين المحتضر على الثبت ومثل حسن خاتمة ذلك الرجل الذي دعا إلى الله حتى ذهب شهيدا أما اقرأوا ياسين على موتاكم لا يصح من قرأ ياسين كأنه قرأ القرآن عشر مرات لا يصح من قرأ ياسين أربعين مرة مدرش على الميت لا يصح طيب كان في سؤال عن معنى اسم ريماس ريماس اسم أعجمي وليس بعربي ونحن أهل الإسلام يستحب لنا أن نسمي بالأسماء العربية أولا من باب اعتزازنا بلغتنا ثانيا من باب عدم التشبه باللغات الأخرى غير لغة القرآن وغالبا ما يكون أصحابها يعني من غير المسلمين طبعا لا شك فيه أعاجم من المسلمين لكن تجد أحيانا اسم نصراني اسم يهودي اسم مجوسي اسم بوذي اسم هندوزي طبعا لو قال واحد طيب التسمية بالاسم الأعجمي نقول إذا ما كان معناه فيه محذور شرعي مثل معبد لغير الله اسم صنم يجوز لكن يكره التسمية بغير العربية طيب أكثر من طلب في موضوع واضح جدا أنه فيه مشكلة في قضية ما تعانيه أعداد من النساء من اضطهاد في دينها أو تحرشات وأمور أخرى سيئة تريد أن تنجو منها وأيضا أيضا بعضونا تشتكي أن أهلها يمنعون من طلب العلم ولا تذب لتحفيظ القرآن ولا يسمح لها بشراء الكتب وتحارب في ذلك أيضا بعضونا تشتكي من قضية المنع من النقاب والمنع من غطاء الوجه المنع من غطاء الوجه وبعض هؤلاء قد تريد أيضا مأوى تقول أنه ما لها أحد يؤويها وأنه تخلى عنها إخوتها وبعد وفاة الأب والأم تزوجت وبقيت هذه البنت بلا عائل طبعا هذه أيضا هذه طبعا أشياء هذه المشاكل التي يتحمل المجتمع المسلم كله يتحمل يتحمل تدبير الحل لها ما يجوز يكون في المسلمين ضايع ما له أحد ضايع ما له أحد هذه قضايا خاصة في قضية سواء البحث عن زوج أو قضية الاضطهاد أو قضية الإيواء أو غيرها الأشياء الخاصة على رقم الذي يظهر أمامكم هذه القضايا الخاصة على هذا الرقم وإذا يسر الله أمرا أو شيئا نعين عليه إن شاء الله نعين عليه إن شاء الله هذا بالنسبة لي طبعا في بعض الأسئلة الأخرى فيها يعني طلب معلومات طبية مثل مثلا شفاء عرق النسى كيف يكون ويقول الأخ عبد الله مريض بعرق النسى وأريد أن أستفسر عن المدة المطلوبة التي تكون فيها الشات ترعى حتى أستعمل أليتها للتداوي طبعا هو يشير إلى حديث شفاء عرق النسى أليت شات أعرابية تذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء تشرب كل يوم يشرب كل يوم جزء على الريق على الريق ما معنى شاء أعرابية يعني ترعى في المرعى الطبيعي ترعى في المرعى الطبيعي يقول يعني كم شهر شهرين ستة نعم هذه كافية هذه المدة كافية المقصود أنها أليت شات أعرابية ترعى في المرعى الطبيعية ولا تعطى من هذه الأشياء الكيموية طبعا ما تعتبر شات أعرابية إذا كانت تعطى كيمويات مثلا بالنسبة لموضوع النمل موضوع التحريج ورد في حيات البيوت في المدينة في الزمن النبوي قال إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فإن ذهب وإلا فاقتلوه لكن النمل والله تعالى أعلم لم يرد بخصوصي تحريج في السنة وما كان من ذكر التحريج فإنه قد ورد عن بعض العلماء لعله قياسا لعله قياسا أو اجتهادا أو استنباطا قياسا أو اجتهادا أو استنباطا فقد صحى عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله قال رأيت أبي حرج على النمل أن يخرج من ذاره يعني ليخرج ثم رأيت النمل قد خرجنا بعد ذلك نملا سودا فلم أرهم بعد ذلك طبعا صلاح بعض الصالحين قد يكون سببا النمل في البيوت إذا كان مؤذيا يدخل في الأطعمة وبعض قرصته مؤلمة مؤلمة وتؤذي الأطفال وبعض بعض القرصات قد تكون سامة لبعض أنواع النمل يدفع بما تيسر من الطرق دون قتله في الأصل في الأصل يعني النمل في الأصل معروف قصة النبي الذي حرق قرية نمل لأنه قرصته نملة فقال الله له هل لا نملة واحدة يعني أحرقت أم من الأم تسبح وكذلك ناع عليه الصلاة والسلام عن قتل النمل هذا إذا ما كان مؤذي أما إذا كان مؤذيا إذا كان مؤذيا ولا يندفع شره إلا بالقتل جاز قتله إذا شرطان إذا كان مؤذيا ولا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل بالمبيدات مثلا أما الحرق فلا الحرق لا لا يحرق الأحياء طيب يقول يعني كلمة السلفية ما هو مدلولها الصحيح لأن بعض الناس يدعون السلفية ويقعون في العلماء يدعون السلفية ويفترون الكذب يدعون السلفية طبعا السلفية ما هي اتباع السلف الصالح يعني من هم السلف الصالح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأسهم رأس السلف الصالح الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه ثم التابعون القرون الثلاثة الأولى هؤلاء السلف شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهم الخيرية قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء السلف فهمهم الكتاب والسنة حجة طيب ما تقول أنا أتبع السلف أنا سلفي أتبع السلف وأنا عقيدتي سلفية على عقيدة السلف هي مون قضية قضية ادعاء بالباطل لا بد أن يكون صادقا والدعاوى إن لم يقم عليها بينات أبناؤها أدعياؤه ولذلك لما يقول واحد أنا أتبع السلف وأنا على منهج السلف وأنا على مذهب السلف وأنا سلفي نقول أثبت ذلك عندك علم؟ وين العلم؟ عندك فقه؟ أين الفقه؟ عندك اتباع الكتاب والسنة؟ أين الاتباع؟ عندك تميز الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع؟ أين ذلك؟ عندك فقه للحديث؟ أين هو؟ عندك عقيدة؟ عندك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص الأسماء والصفات أسماء الله وصفاته إثباتها عقيدة تلك سليمة في القضاء والقدر ثم السلف لهم أخلاق هو السلف بس اعتقاد وبس علم نظري معلومات ما في أخلاق؟ ما في أداب؟ السلف أخلاق وآداب أساس الأخلاق والأداب السلف فإذا واحد ما عنده أخلاق ما عنده أداب ما يسمى هذا ما هو سلفي ما هو سلفي واحد لسانه سليط كله شتام عياب هو مزال ومزا هذا سلفي؟ ما يكون سلفي هذا طيب يقول تقبيل هذا طبعا من أسئلة رقم البرنامج الميت كيف يكون تقبيل كيف يكون التقبيل يجوز للرجال أن يقبلوا رجل الميت ويجوز للنساء تقبيل المرأة الميتة طيب وقد جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة وأبكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيجوز لأهل الميت وأصدقائي تقبيل رأس الميت وجه الميت كما ثبت في الأحاديث الصحيحة طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن ينصر إخواننا ونسألوا عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين ويعجل بالنصر المبين ونسألوا أن يحسن خاتمتنا ويتوب علينا ونرزقوا عز وجل يزوقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر أدب وأخلاق وحسن تعامل حكم وأحكام وعلم وافر تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر وضحت معالمه لمن طلب الهدى فالنور لاح لكل من هو حائر اشتركوا في القناة